غير علاج السمنة والنحافة عشان احنا بس يعني قربنا على نهاية الحلقة فعايزين نقول بقية فويدها كده الرياضة بتعالج الحالة النفسية بتاعت اي حد عنده اكتئاب او اي اماض اخرى لان الرياضة بتطلع مادة اسمها مادة الاندروفين وهي مادة من مواد المخدرة الطبيعية اللي بتطلع من الجسم تخلي الواحد مبسوط وريلاكس ومقبل على الدنيا والدنيا عنده لطيفة وظائفة ما فيش مشكلة الرياضة بتخفض الضغط العالي الرياضة المنتظمة كده المشي او الجري الخفيف او اي حاجة من انواع الرياضات التانية كل ده بتخفض الضغط العالي الرياضة بتنظم لي السكر في الجسم لانها بتنظم خروج الانسولين بتاعنا من البانكرياس للناس اللي بياخدوش طبعا انسولين اللي بياخدوا اقراس وبتنظم كميات السكر اللي في الدم الرياضة بتنشط الضوء الدموية في الجسم بتخلي نسبة التركيز تعلى عند الناس وخصوصا الطلبة في الدراسة وفي الجامعة كثيره او من الطلبة لما بتبدو الدراسة والجامعة يوقفه ورياضة يقولك عشانها عايز تفرغ للمذاكرة معين نصف ساعة ورياضة كل يوم بالنسباله ده اللي حيفيده في المذاكرة ده اللي هيخلي فيه نشاط في الدراسة الدمورية الدم اللي رايح للمخ حيتحسن ويزيد حيود التغذية السليمة للمخ فالتركيز بتاعه حيبقى اعلى عدد ساعات النوم هتقل عندك بدل ما عملت تحط شيء على قهوة علشان خاطر تصهر للصبح والطبق والكلام ده كله لا ده انت لو لعبت رياضة هتلاقي نفسك بتنام اربع خمس ساعات وفايق بترضى تستوعب اليوم كله فالرياضة كمان مهمة للمفاصل والفقرات لان هي اللي بتعملي تقوية للعضلات احنا بيبقى عندنا مشكلة في في مفصلي الرجبة والمفصلين دول اليوم عضلة بيسموها العضلة الربعية لو العضلة دي متقوية كويس وبنمرانها كويس ما بيحصلش غالبا من مشاكل في الرجبتين لانها هي اللي بتشيل الوزدة اكتر من الرجبة فدي مش هتحسن طبعا غير برياضة الظهر نفس الكلام الناس العضلات ظهرهم بتضعف بسبب الاعداء الكتير سواء افترات طويلة عدم ممارسة الرياضة اكيد الرياضة بتحسن لهم العمود الفقر بتاعهم معنا اتصال